سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مؤكدا سموه أن الباحث رشدان يعتبر أحد الباحثين الذين أسهموا في إثراء الرياضة البحرينية بالعديد من المؤلفات التي تعد مرجعا حقيقيا وشاهدا على التطور والازدهار الذي شهده هذا القطاع الحيوي والمنجزات التي تحققت والنتائج المشرفة التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين دوليا متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للباحث خلال مسيرته القادمة من جهته أعرب الباحث سالم رشدان عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مثمنا الجهود المتميزة التي يبدلها سموه في سبيل دفع عجلة التقدم والتطور بالقطاع الرياضي بالمملكة عبر المبادرات الرائدة التي يقدمها السموه والتي لاقت رواجا واصدا واسعا في الأوساط الرياضية الإقليمية والعربية مضيفا أن سموه لم يدخر جهدا في سبيل احتضان الشباب البحريني ودعم الرياضيين منهم للظهور المشرف وتحقيق الإنجازات لمملكة البحرين بمختلف المشاركات والمحافل الرياضية الدولية مشيرا إلى أنه سيستمر في بذل الجهود لتقديم المزيد من المؤلفات التي توثق ما تحقق من نماء وتطور المنجزات في الحركة الرياضية البحرينية